اي مستقبل للعراق والازمات اليومية تعصف بمدنه والحياة السياسية الممتدة لعقد ونصف مصابة بالعطب وينخر الفساد جذورها تساؤلات طرحها معهد بروكينغز للدراسات حول الافق المجهول الذي يسير اليه عراق تسلمت دفة قيادته طبقة حاكمة بنت مؤسسات ضعيفة او شكت على الانهيار الكامل ويرى المعهد ان اخطر تحديات تواجه العراق على الصعيد الامني هي الميليشيات المسلحة التي باتت تهيمن على مفاصل الحياة العامة وعلى الصعيد السياسي غياب سيادة القانون والحوكمة الفاسدة فضلا عن تنامي الانقسامات الطائفية بفعل السياسيين الذين استخدموها لتحويل الانتباه بعيدا عن فسادهم وتلك عنوين لم تعد خافية على احد يرددها الجميع بما فيهم السياسيون انفسهم ومن قبيل ذلك على سبيل المثال للحصر ما صرح به النائب صباح الساعدي بقوله ان استمرار الاحزاب في الوسط السياسي مرتبط باستمرار نهج الطائفية مضيفا ان هذه الاحزاب التي تراهن على استمرار الطائفية في وجودها تعتاش على الفساد الحكومي وتقوم باواء الفاسدين وتمكنهم من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية اما على صعيد البنية التحتية فيرى معهد بروكينغز ان اعادة الاعمار بعيدة عن مقاربات الواقع بسبب حجم الدمار الكارثي في شتى نواحي البنيان جراء الغزو الامريكي وما تلاه من اضطرابات امنية وصراعات مستمرة وخلص المعهد الى انه لا سبيل لانقاذ العراق مما هو فيه الا بهيكلة تصور جديد للمصلحة الوطنية العراقية من خلال نظام سياسي يكون صلة قوية بين المواطن والدولة تخلو من النهج الطائفي امنيا وسياسيا وخدميا وبعيدة عن الاقصاء والتهميش